ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير لها فقدان أكثر من عشرة أطفال في المتوسط أحد أطرافهم على الأقل يومياً في غزة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي هذا ويعاني عشرة الألاف من الجرح الفلسطينيين بينهم أطفال مبطول الأطراف في المستشفى الأوروبي حيث يعاني الأطفال من ألم الإصابة وفقد ذويهم في القطاع هنا في المستشفى الأوروبي بغزة يقبع أطفال فلسطينيون بوترت أطرافهم وآخرون أصيبوا بإصابات خطيرة إيمان وحياة طفلتان توجهان مصيراً صعباً بعد فقد أبويهما جراء قصف الاحتلال الإسرائيلية آلم الفقد والإصابة يسيطران على صراخات الطفلتين بعد أن أخفت عنهما والدتهم بالحضانة أماني الخولي استشهاد والديهما أخذي الله ونعمى الوكيل في يوم اليهود اللي وصلوا الأطفال هيك دمروهم البنات دايماً باستمرار بماما بابا وأنا مش جادرة مش جادرة أن أنا كمان أصريحهم أنه أهل أم استشهدوا الطفلة إيمان التي لم يتخط عمرها خمس سنوات بحاجة ماسة إلى طرف صناعي في أسرع وقت جراء الإصابة إضافة إلى نقلها إلى الخارج نظراً لنقص الرعاية الطبية داخل المستشفى إيمان بحاجة لطرف صناعي أنا بطالب 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 لتوفير طرف صناعي للطفلة إيمان وتحويلها للعلاج للخارج لأنه إذا ظلنا هنا البنت ستفقد رجلها لأنه هنا فيه إهمال ما فيش علاجات كافية لعلاج إيمان وما فيش يعني أنه بنطالب أن نركب لها طرف صناعي بأسرع وقت لحتى البنة تتمارس حياتها اليومية تصير تلعب تصير تعمل كل إشي هي نفسها فيه عشرات الألاف من الجرحة بينهم أطفال مبتوروا الأطراف في المستشفى نور طفلة مصابة تعاني على كرسي متحرك بمساعدتي إحدى قريباتها أنا كنت ألعب وأجري كنت مبسوطة بحياتي بس الآن فقدت رجلي وطرت حياتي بشعة وحزنة حزنان بتمنى أنه أركب طرف هي متأملة أنها تركب طرف تحلم ليلة نهار ليه كل ليلة تقول أنا بكرة رح أسافر وأركب طرف بكرة رح يساعدون وأركب طرف هي أصلا بتقول أنا مش هروع أدار إلا ركب الطرف بدي ألعب وألعب مع أولاد عامي زي قبل حلمها ألقيته وكلامها عن الطرف معانات صعبة لألاف المصابين في غزة الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية فضلا عن ظروف الحياة القاسية في القطاع المحاصر